طيب كابتن ايمن ملف التحكيم الافريقي ملف شائك يحتاجين نتكلم في تفاصيل كتير لكن عايزين نبدأ بحاجة ايجابية وحاجة مميزة كابتن محمود ابو الرجال حكم دولي مصري مساعد كان موجود في كاسر عامل الاندية بيحضر معسكرات الحكام في الفترات الاخيرة من حكام النغبة المصنفين في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي وكمان من ابرز الحكام اللي مدربين ومعه رخصة على فكرة التعامل مع تقنية الفيديو الفي ار اكيد كابتن محمود حضر كذا معسكر طبعا من البداية اللي بيستعانه كابتن محمود ابو الرجال الحاكم المساعدين المتميزين اللي هو عادين اللي هو بإذن الله أتوقع له بيحضر موجود بإذن الله في كاسر عالم عشرين اثنين وعشرين استعانه بيه وكان موجود قبل كده طبعا لعب كاسر عالم للشباب ودي كاسر عالم الاندية وماشي من ضمن قدكم كاسر عالم نحية بيقدي عدوا متميز آآ أربع مباريات في كاس العالم الأندية آآ منهم آآ مباراتين كان في غروفة الغروفة الفار آآ فالحقيقة طبعا يبقى فايدة كبيرة لنا كمان ازا كنا احنا عندنا نية آآ ان احنا ممكن ننفذ يعني ننفذ المجهودة يبقى محمود توجده يبقى ليه توجد كبير يعني في الموضوع ده بإذن الله وبنبارك له على كاس العالم الأندية وحاجة مشرفة ومشرف مصر وشرفنا جميع يعني يعني. اكيد. مشرف التحكيم المصر يعني. طيب احنا لمنعنا صور للكابتال محمود أبو الرجال في كانت الآمن الاندية للفترة الأخيرة بتقام. طبعا نادي الليفربولي ينجليزي فاز بالبطولة لكن محمود آآ أدار مباريات او كان موجود في المباريات. لجاية مباريات الثلاث ورابع. الثلاث ورابع. لجاية النهاية البطولة قدر ل مباريات كحكم مساعد مع مصفى غربال الحكم الجزائري. وكان هو موجود كحكم آآ syrup في الدور في الثلاث ورابع. كان موجود كحكم احتياطي موجود مع الطقم وكان مستقفى غرباء للحكم اللي هو في طقم محمود كان موجود في النهائي كحاكم رابع. حاكم رابع. فهو اشتغل زي ما قولك اه كان عنده مباراتين كحاكم فيديو. اه اشتغل يعتبر اه جميع مبارات البطولة كان الاعتماد عليه وكان اه يلتقييم لمحمود حاجة كويسة يعني في صراحة. اهو حتى كمان مع المجموعة الحكام اللي كان موجودة في المعاشق ناسيمو بوساكا وانفانتينو. اه مجموعة سواء ربنا يكريمه محمود يستحق كل خير. والحقيقة بيشتغل وبيكتهد وربنا يوفاه بازن الله يعني. من المناسبة جماعة طبعا دي غرفة الفار. دي غرفة الفار. اه. غرفة الفار اهو محمود اهو ما شاء الله يعني. حاجة من مساعدة المصر الوحيد اللي معاه رخصة تدريبية في موضوع التقنية. اه بالزبط لو في احمد حسام تقريبا حقا نحضر معسكر في المجرب. اه. يعني حاول فيه كمسة موجودين ممكن يكون معهم الرخصة. الصورة الصورة اللي طبعا من الفيفا. لان الكابت الناجي يعتبر مساعد في الفيفا كان موجود معهم بصفة الفيفا يعني. بصفة الاتحاد الدولي. اه. اتحاد دولي طبعا لانه هو. شرطنا في الصور حتى مع بكاري جسامة ومصطفى غربان. اه موجود معهم بصفة الاتحاد الدولي يعني. اه. لانه موجود في البطولة يعني. اه. لانه دائما موجود في البطولات الكبرى. اه قيمة كبيرة يعني الكابت الناجي جوين يعني. يعني اتكلم مع الكابت الناجي اللي كمان مش موجود في الاتحاد الافريق للأسف. طيب هنا مع انفانتينو مع اكتر من حكم كانوا بيأخذوا شهاري التقدير. كولينا. كولينا. ده رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي. مع كولينا وفانتينو. برلووجي وكولينا رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لقرة القدم. هو المسؤول طبعا على لجنة الحكام. ومسيمو بوساكا هو مدير تطوير اللجنة في الاتحاد الدولي كمان. ومحمود ما شاء الله مع مسيمو كمان. اسعد عجل وحاكم اسمع عمد ان هو لما بيوصل للمستوى بتوصل للنجاح بقى. يعني ده انت بتحس بيه لما بتكتهد وبتتعب وبتوصل ان انت توصل الاتحاد الدولي وتلعب البطولات الكبرى زي دي. بيبقى شرف كبير يعني. شرف كبير لمحمود وشرف كبيرة للتحكيم المصري عموما يعني. تمام. احنا عرضنا الصور دي لانه ابقى ما تخلينا وانحنا بتكلم على الفار. بزم. آآ عندنا حاكم او اتنين او تلاتة هم المدربين ومعهم رخصة تقنية الفيجو الفي ار. آآ او في امين موجود برضو. في ايجي طبعا كابتن جهات جريشيا. آآ او في امين عمر آآ موجود آآ مع الرخصة. واحمد حسام ومحمود ابو الرجال. على ما اذكر يعني او. طيق. دي المجموعة اللي معها رخصة الفار. قبل ما نخش في تفاصيل الفار. انا بس ازنك از محمد بس يعني هارجع لموضوع متحط بس عفوا. انا كان استاذ خالد عبد عزيز برضو من ضمن الناس اللي كانت موجودة وكان لي دور في الموضوع ده. كان موجود في الفترة اللي قبلية يعني عشان ساول من يعني كان الاستاذ خالد عبد عزيز يعني. مونس خالد عزيز يعني. اه كان لي دور برضو في الموضوع ده. عشان دي كل واحد برضو ايه يعني حق يعني. بالتأكيد.